مساء الخير وأهلا بيكم حل أجديدة وكلمة أخيرة زراعة الأعضاء تعود لتتصدر الاهتمامات الصحية من جديد وهذه المرة في الرئاسة الرئيس يوجه بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط داخل مدينة طبية في معهد ناصر اللي بيتم تطويرها بشكل كبير ويعني النهاردة أسيد وزير الصحة عرض خطة هذا التطوير هذا المركز الكبير مفروض أنه يتضمن قاعدة بيانات تضم المتبرعين والمرضى والعمليات والحيان إحنا الفترة الأخيرة رجعنا نسمع اهتمام عدد كبير من الشخصيات العامة بالتبرع بالأعضاء القانون موجود لكن محتاجين قواعد أكثر سيولة لإجراءات التبرع بنك للتبرع وهو ده اللي الدولة بتحاول أنها تويسره في المركز الجديد هنحاول نحن نتعرف على تفاصيل كيف تفكر الدولة في هذا الموضوع في حلقتنا أيضا النهاردة المحكمة حكمت بأقصى عقوبة في قضية ابتزاز إلكتروني على النات 15 سنة حبس لمتهم ابتز سيدة وزوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية بتزهم بنشر صور في مقابل مبالغ مالية الست راح تبلغت والحقيقة أنه طبعا الحكم كان غيابي يمكن عشان كده أخد أقصى عقوبة ولكن هذا انذار أقصى عقوبة قد تصل ل 15 سنة السجن للابتزاز وبالتالي أي حد يعني بيفكر بتراوده نفسه أنه هو يبتز بنت أو ست بصور ولا حاجة يعرف أن العقوبة قد تصل للحبس 15 سنة وشوفنا حالات قبل كده هنا جرأة الست إنها راحت وبلغت هي وجوزها الحقيقة دي حاجة تحترم لأنه لن نواجه مثل هذه الحالات من الابتزاز ومن التعرض للنساء إلا بوقفة المرأة وإنها تروح تبلغ عن التحرش عن الابتزاز عن الاغتصاب هي دي هو ده الحالة اللي نقدر نواجه بيها هؤلاء بالقانون في النصف الثاني من حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الشركات الناشئة ستارتابس هذا القطاع الذي يشهد نموا كبيرا في مصر على مدى السنوات القليلة الماضية النمو بحوالي 70% سنويا الشركات دي في ظل الأزمة الاقتصادية الحياة بتتعرض لأزمات في التمويل بعضها ممكن يتعثر وبعضها بيقدر أنه هو يواجه كيف تواجه الشركات هذه الأزمات النهاردة معنا تنين من الشركات اللي فازوا معنا في برنامج الفرصة الموسم الماضي ومعنا أيضا عدد من شركات تمويل المخاطر الفي سيز والأكسليريترز أو مسرعات الأعمال حنشوف ماذا تفعل الشركات الناشئة في هذا التوقيت كيف تحافظ على فرصها في النمو وكمان الفي سيز والأكسليريترز بتعمل إيه علشان تحافظ على نمو هذه الشركات يلا نبتزي الحال ترجمة نانسي قنقر